يعني الامور اللي بتبين اه بنحكي مع اه عنها مو شرط اه يعني انا احكي مسلا اه عن السفر والصحة والشق لا الامور اللي كتير عم تبين بالورق عم بنحاول نحكي عنها. لانه عم تتحكولي انه مسلا احكي عن السفر احكي عن كزا. ما هو ازا ما بين السفر في الورق. اه شو بدي اعمل. عم بشوف ورق ايجابي. نوعا ما لبرج الحمل على الاقل يعني افضل من الشهر الماضي. سيئ لي ونهاية سعيدة لهذا الشهر. ازا خليني احكي الطاقات اللي ممكن تمر معاك هاي الشهر في طاقات نارية على الاغلب زيك حبيبي. اه في برج السرطان. اكتر شي عم يبين. ابرج مائية ابرج هوائية. فعم بتكون يا برج الحمل هاي الفترة اه معلق موضوع معين. او متعلق في شخص عم بتراقبه او هو عم براقبك. دائما لما نحكي عن العاطفة بيكون اه ممكن يكون القراءة عكسية زي ما بنعرف. فعم يكون في شخص عم براقبك او انت عم بتراقبه او الاثنين ممكن يكونوا مع بعض. ولكن فيه تعلق اه شديد اه من عندك ناحيته او من ناحيته لعندك اه عم بيكون فيه تعلق كتير عم بيكون في اه مراقبة اه ولكن ما عم بشوف اه يعني ما عم بشوفك اه تاخد خطوة يا برج الحمل. عم بتكون اه من بعيد لبعيد عم بتراقب اه بتخبي حالك يمكن من الطرف التاني اه او انه بتخبي مشاعرك اه عندك اه طاقة مثل عم بتخبي امورك بشكل عام. اه عم بتغلب حالك بشوية غموض يمكن عشان تثير غيرت او اه غضب الطرف الاخر عم بشوف شوية مناكفات شوية اه يعني امور اه خلينا نقول شوية زعل عم ينتهي عم تفتح وصفحة جديدة اه ولكن عم بشوفك شوي عندك طاقة اوهام هاي الفترة عم بتكون محبوس فيها افكار عم بتروح وتيجي في في بالك. ما عم تقدر تخلص من هاي الطاقة لمنتصف الشهر تقريبا اه بتضلك اه ضخم الامور. عم ضخم الامور يا برج الحمل انتبه او تكبرها ممكن من اقل مشكلة تعمل مشكلة كبيرة. فلا بدنا نكون اه شوي اه رزينين شوي اه نتحمل يعني تحملنا كتير برج الحمل تحمل كتير. فبالعكس شايفي في عنده بداية جديدة. شايفي دها اكتر على صعيد العمل ممكن تكون اما اه زيادة في في المادة في 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 تغييرات في مكانك انت ممكن يتغير مكانك في الشغل من من قسم لقسم ممكن افضل منه. اه في علوشة نوعا ما بالوراء. في عندك عجلة الحظ ماشية هاي الفترة. لازم تستغله يا برج الحمل. يعني هاي الطاقة لازم تطلع منها هاي الطاقة علشان تستغل. اه الفرصة هاي اللي عم بقولك عنها. فرصة حلوة كتير. ممكن تكون للعاطلين عن العمل ممكن تكون فرصة عمل جديدة. اه فعم بشوف الحظ بالعمل عم بوقف معاك. اه عم بتحاول كنت إليك فترة. اول الشهر خلينا نقول. معلق موضوع ولكن شايفتك في بعد منتصف الشهر عم اه انا سحبت هذا الوراء لمنتصف الشهر الاول او اول اسبوعين بشكل عام طبعا رح نزل كمان توقعات. وهذا للنصف الاخر. فشايفك في النصف الثاني عم لأ بتحاول توازن بين الامور. بتحاول هذا الامر اللي كنت معلقه رح تاخد فيه قرار. اه قرار نهائي خلينا نقول. اه رح من بعد المراقبة من بعد تخباية الامور الغموض عم بشوفك. اه لا. قادر انك تخطو خطوة جديدة. اه كنت معلقها اليك فترة. ان كان على صعيد العمل مشروع بدك تفتحه او كزا. اه شايفيتك عم بتاخد هاي الخطوة. ولكن احزر في شوية غيوم في امور لازم تدرس الموضوع قبل ما تاخد هاي الخطوة. وممكن يكون على على عمل هذا الموضوع. اه ممكن يكون اصدي على العاطفة. ممكن اه اشوفك عم تاخد اه خطوة او القراءة ممكن تكون عكسية زي ما انتم عارفين. الطرف الاخر ياخد هاي الخطوة. لكن شايفي خطوة جديدة بداية جديدة. اه عم تنتهي بسعادة. عم انت يا هذا الشهر وانت محق شي معين. اه عم بشوف اه على الاغلب عاطفي عم وفيه عنا بالعمل شغلات حلوة فعم بشوف اه فيه على العاطفة تحقيق توازن بين العمل والعاطفة. شايفة كمان في هادا الكارت ممكن اشكون شوية اه اوجاع شوية اه ممكن اتمر بازمة صحية اللي هي خفيفة سطحية. ممكن احد اه افراد العائلة يكون عم بيعاني من من موضوعه وعم عم بيصير على هادا الموضوع على خير عم تتحسن انصحته. اه بشكل عام ازا ورق حلو لبرج الحمل. في اخبار حلوة كتير اه ممكن تسمعها عن الشخص نفسه اللي قلنا عنه. شايفة بشكل عام فيه مصالحة في اه مصالحة حتى مش بالعاطفة كمان بالعمل رح تتحسن الامور. اه في شخص بالعمل كان مدايق كتير ممكن يكون هادا مسؤول او اعلى شوي كان مدايق كان اه زي ما يقولوا حاطت احتاطك يعني او هيك شي فعم بشوف الامور عم بتروء شوي شوي اه وتصير معاك عجلة الحظ وممكن يكون هادا الكارت كارما رح ترجع لك حقك في العمل اه انسان اللي قلتلك عنه انه كان كتير اه يعني مدايق عليك كان مراقبك اه بالعمل ممكن هادا الشخص انه ياخد جزاؤه هادا الشهر اما يستقيل اما يروح لمكان تاني اما انه اه ينظلم زي ما ظلمك اه شايفة هون في اخبار حلوة ممكن تكون من الخارج ممكن تكون عم تتراسل مع حبيب من الخارج او عم تتراسل على شغل فشايفة امور طيبة يعني اخبار حلوة ممكن تيجي على شغل من خارج بلدك او من خارج البلد المكان اللي انت فيه عم بشوف في اخبار توصلك لكن ما في اه سفر بهاي الفترة ما في اه يعني انك تطلع ولكن فيه اوراق فيه اجراءات في اه امور عم تسمعها من خارج البلد للناس اللي عم يستنوا اه فرصة او عم بيراسلوا عشان اه شغل خارج البلد عم بشوف زي ما قلتلك سعادة اه نهاية هذا الشهر ان شاء الله يعني رح تكون راضي نوعا ما فيه شوية تحديات عم بتمر فيها ولكن في النهاية عم بتكون زي ما قلتلك عجلة الحص تحتيها ورقة السعادة والا فممكن تكون كمان على صعيد العاطفة ممكن رجوع لشخص عزيز على قلبك. هذا بشكل عام. تشوف للعاطفة اللي عم بسألوا عن العاطفة. ورح ننزل ان شاء الله توقعات لازا قدرنا لكل اسبوعين. احنا اساسا كل اسبوعين عم ننزل بتوقعات فاذا قدرنا نكتر كمان. شو حكايتك يا برج الحمل? دايما في ناس عم تطلع عليك. دايما محسود. دايما العين عليك. هذا نفس الكرتل يزال عابل شوي. بما انه فاتحين على العاطفة فعم بشوفك شوي عم تستنى اول شهر. زي ما قلتلك فيه طاقة اوهام. فيه اخبار عم توصلك غلط. فيه شوف انت حابس بحالك بسجن انت اللي حابس حالك فيه. مش مش حدا اللي عامله يعني مش الواقع افضل مما انت عم بتفكر فيه. عم بتفكر بالتشاؤمية نوعا ما عم بشوفك. اه ولكن سرعان ما شوي تتغير الامور. اه في عندك اوهام ناحية الشريك. ولكن شايف فيه امنية على صعيد العاطفة ممكن تتحقق. بالنسبة طبعا للكل للعزاب للمرتبطين للمنفصلين. شايف انه الحبيب عم يتطلع لك وكأنك انت امنيته او انت شغل شغلة صعبة يمكن توصلها يمكن انت تعمدت انه تبعد او تبعد عن عن الشريك. اه حتى لو كنتوا على علاقة او على زواج عم بيكون اه قبل فترة كان فيه فتور كان فيه الطرف ثالث. لكن بشوف فيه نهاية الطرف ثالث هاي شهر. عم بشوف فيه نهاية الطرف ثالث لانه ما عم يبين عنا في في بقية الاوراق بس هون عم بيبين انه اه في في شخص. عم بيحاول يخرب بناتكم عم بيحاول يوصل اخبار غلط عم بيكون ضد هاي العلاقة انا شايفته. ولكن رح تكون كتير حاسم. القراءات العاطفية دائما ممكن تكون عكسية لانه عامل القراءة. اه انت رح تكون حاسم جدا من ناحية هذا الموضوع رح اه يعني بتاخد قرار خلينا نقول اما ايه اما لا بس انا شايفي انه ايه لانه شايفي فيه اقبال من الطرفين على بعد. شايفي فيه امنية عم تتحقق. فيه شخص عم ينتظرك. ومخبي لك اه مخبي لك عرض مخبي لك اه هدية مخبي لك شغلة خبر حلوي يمكن. شايفي الحبيب او الشريك عم اه بيفكر بجدية بموضوعكم او اه عم بيفكر فعلا بعيله واولاد. يمكن عم يجمع فلوس لهذا الموضوع. شايفيته مقبل. شايفي فيه اه فيه احتمالية كبيرة يكون فيه رجوع لهذا الشهر للمنفصلين من اه من برج الحمل. شايفي بالنسبة للعزاب. فيه معجب عم بتطلع عليهم من بعيد. ممكن يكون برجوناري او هوائي. هذا الشخص يمكن له فترة وانتو ما عم تعطوه فرصة. لكن هو يعني فيه مكانه عم يستنى اما اشارة منك اما يعني هو شخصيته شوي عم بيكون جامد. مش حابب انه يعني انه يفتح معاك الموضوع وانت اتنكسه هو مش عارف حالتك العاطفية. عندك حدا ما عندك حدا. عم بيشك بهذا الموضوع. اذا كنتوا على زواج شايفي انه واحد من الاولاد رح يفرح لك قلبك او فرح لك قلبك فعلا الشهر الماضي او الشهر هذا. شهر هذا خاصة في نهايته. فيه واحد من الاولاد عم يفرح لكم للمتزوجين. شايفي فرصة حمل لنساء برج الحمل. فيه انتظار من من شخص مقابل عم براقب عم بستنى. اه لكن شايفي في في اقبال من الطرفين لكن خطوة حقيقية شايفيتها باخر الشهر مش ببداية الشهر او منتصف الشهر. اه فالله يشمع المنفصلين خلينا نقول. اه نشوف مسج من الحبيب للناس المنفصلين. مش شرط منفصلين يعني اه ممكن يكونوا منطلقين ممكن يكونوا اه متزوجين وعلى بعد ممكن يكونوا على العلاقة وبناتهم فتور. يعني منفصل مش يعني منفصل. هون عم بيقول لك الحبيب انه انه استناني انه في امور بما معناه ازا بدنا نربطه بالقراءة بما معناه انه اه تنتظره. اه في امور هو عم بساويها او هو عم بشتغل عليها او هو مشغول ممكن يكون في العمل. اه في امور تانية في شغلات تانية شغل باله فهو بيقول لك انا رح اخلصها وقري لك بس انه الانتظار بيقول لك استناني. تحذير لشهر اكتوبر لبرج الحمل. تحذير اللقاء اشتركوا في القناة